أن تونس تتجاه إلى وضعية سياسية من الأسوأ ما يكون فضلا على الإزمة المركبة والمتراكمة والإزدادة سوءا بعد 25 جوليليا الآن خطاب رئيس الجمهورية ليلة القدر وخاصة ليلة العيد هو عبارة عن إعطاء إشارة ونقطة انتلاق الاستهداف الفصول لأول مرة رئيس الجمهورية ينعت مواطنيه من المعارضين يرفع في وجههم الآت الثلاثة التي رفعها العرب في وجه الكيان الصيوني الرئيس الجمهورية يعتبر مخالفيه عدو وهذا يتيح لأنصاره اللي قاعدين شوهوا في صبحاتهم على الفضاء التواصل الاجتماعي يشنون الحملات على الأحزاب وعلى زعماء وعلى قياداتها باتهم الخيانة وبالمحاكمات الشعبية هذا أمر خطير ووصلت معلومات إلى سيد أحمد نجيب الشابي وإلى عدد من المكونات جبهة الخلاص الوطني تفيد لأن هناك خطة لإشعاء النار الفتنة نجد يقوله في البلاد واستهداف مقرات الأحزاب وجر الأحزاب إلى العنف لاتخاذها ذريعة للتخلص من المشهد العزبي للتخلص من الأجسام اللي سموها الوسيطة بين المجتمع وبين الحكم هذا كعليش شوفنا اليوم السامي الطاهري ناطق قرس في اسم الاتحاد يتبرأ من أن يكون الاتحاد جزء من مؤامرة إن شاءنا اغتيال أو فصخ الأحزاب من المشهد السياسي أحنا فعلا في جبهة الخلاص الوطني من نشغلونا جدا نعم في جبهة الخلاص الوطني قيادات سياسية لا تتأثر بالتهديدات ولا تعبه لمثل ما يصار في صفحات التواصل الاجتماعي هذوم الناس منهم من جرب السجون ومنهم من جرب الملاحقة ولمدة عقود وقفين ضد استبداد الحكم سواء في عهد بورقيبلة أو عهد بن علي لن يتأخروا عن دورهم ولكن خطير أن يجرى المجتمع التنشي اليوم ويولي في حالة احتراب بعضه ضد البعض ولذلك احنا حبينا النبه الرأي العام الداخلي والخارجي إلى ما يحاكم في الظرف المظلمة